ظاهرة الزجاجات الحارقة كانت دائما ما تعكر سلمية الثورات المصرية الحديثة التي أسقطت رئيسين في غضون ثلاثة أعوام هذه الظاهرة دائما ما كانت عملا مرفوضا من الغالبية الساحقة من الشعب المصري فهي قنابل عمياء أولا ثم إنها تستهدف رجال الشرطة والجيش الذين هم من أبناء الشعب المصري في معركة سياسية بالأساس مجموعة من الحرفيين الشباب أرادوا تصدي لهذه الظاهرة على طريقتهم التي تساهم بنشر الوعي حول إدارة الخلافات السياسية بعيدا عن العنف هي نفس الإزازة التي تتخذها هذه التي هي عشان تخرب بيها نحن نخذها وننظفها ونصنحها ونبتكر بيها ونعم بيها حاجة تشرف مصر وتشرف ولد مصر سواء في مصر أو برد زجاجات مستعملة فارغة يملأها البعض بسائل قابل للاشتعال لتلقى على الخصوم خلال المصادمات العنيفة في الشوارع الزجاجات الفارغة المستعملة نفسها يستخدمها البعض الآخر في صنع مصابيحة مبتكرة بأشكال فنية ممكن تيجي تعمل حاجة بمواد مستعملة قبل كده بطريقة جديدة بحاجة معبولة لك أنت زي مثلا ما قلنا مثلا الإزازة دي ممكن يكتب عليها اسم ممكن يكتب يترسم عليها صورة ويتعمل عليها شفوه يبقى إزازة مستعملة تحولت لأبجوره ومعبولة شخصيا لي كده مش لأيها حتى تبدأ إعادة تدوير زجاجات بعملية تنظيف شاملة يليها تنفيذ تصميم الفني باستخدام ألوان وخامات بسيطة وربما تخطط عليها عبارات وأشعار عن الحب والوطن المشروع له أهداف تجارية بالتأكيد لكن الشبان المشاركين فيه يحرصون أيضا على التعبير عن رأيهم السياسي بمواصلة الابتكار والتطوير والإبداع